مزيد من الأخطار تداهم حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بعد قرار أصدرته المحكمة العليا في تل أبيب يسمح لضباط المخابرات بتعذيب الأسرى أثناء التحقيق هذا الإجراء الخطير يأتي في ظل صمت مطبق للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية تتكامل الأدوار الاحتلالية بين المؤسسات القضائية والأمنية والمخابرات لتعذيب الأسرى وتدميرهم فقد أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا يعطي ضباط المخابرات الضوء الأخضر لاستخدام أقصى أساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات من الفلسطينيين أثناء التحقيق محكمة الاحتلال أصدرت أول قرار بشأن التعذيب عام 99 تلجأ لاستخدامه في ظرف أمني معين أسمته القنبلة الموقوطة هذا القرار هذا الأسبوع أعطى تفسير أوسع بمعنى سيكون هناك استخدام في حالات ليست خطيرة جدا تدعي المخابرات أنها بحاجة للمعلومات وبهذا ستقوم باستخدام أساليب التعذيب منذ العام 67 والاحتلال يتفنن في ابتداع أساليب تحقيق نفسية وجسدية لكسر عزيمة الأسير حتى يستسلم عبد العال عناني خاض هذه التجربة القاسية ورغم مرور أكثر من 25 عاما عليها إلا أنه لا يزال يتذكرها بأدق تفاصيلها موضع الأسير في زنزانة نتنة قذرة لا يقوى الإنسان على الوقوف بداخلها يكون مغطى رأسه بكيس قذر يتم نقله من أسير إلى آخر ويتم إخراجه إلى غرفة التحقيق ضمن حاله من عدم لا يكون هناك أدنى تركيز عند الأسير عندما يصل إلى مرحلة الهذيان القوانين الدولية تعتبر سياسة التعذيب أثناء التحقيق جريمة حرب يمنع استخدامها بشكل مطلق إلا أن هذه الاتفاقيات لم تقف بوجه حقض الاحتلال فمنذ 50 عاما استشهد 73 أسيرا أثناء التعذيب خلال جلسات التحقيق من مدينة رمالة المحتلة آية الخطيب رؤيا